شكرا ليك شازلي أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر واجهت ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني وهو ما تم التصدي له من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وخلال كلمته ضمن الفعاليات الندوة التثقيفية الخامثة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أكد الرئيس السيسي أن إجراءات الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معادلة نمو التي يحققها الاقتصاد المصري مشيرة إلى أن مصر الحرة تستحق من الجميع كل فداء وتفان وتضحية أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية مشددا على الدعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تدهور الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر للدعم التوجه الدبلوماسي من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء كان تنائيا أو على الصعيد المتعدد الأطراف كما أكد الرئيس السيسي متابعة مصر باهتمام بالغ التغورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القسوى التي توجه مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين وتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب التباحث بالشأن سبول تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على حضر شراء النفط الروسي ومنتجات الطاقة الأخرى كما صوت المجلس على ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية تتضمن تمويلا ضخما تنهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا إلى جانب إنفاق بقيمة 1.5 تليليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأمريكية حتى 30 من سبتمبر أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن 35 ألف مدني على الأقل تم إجلاؤهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية وفي رسالة مصورة قال زيلنسكي إن هؤلاء المدنيين تم إجلاؤهم من مدينتي سومو وإنرهودار من مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرات إنسانية وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تستمر عمليات الإجلاء مع فتح ثلاثة ممرات إنسانية أخرى وفق صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار كما أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رصد حزمة مساعدات بأكثر من ملياري يورو للمتضررين من الحرب الدائرة في أوكرانيا من سكان وشركات ودول بما في ذلك تلك التي تصدف لاجئين بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني أولكسكي زيرينكوف مواصلة تزويد الجيش الأوكراني بمساعدات أمنية دفاعية وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات أمر محفوف بالمخاطر وقد يوسع نطاق السراء وخلال مؤتمر صحفي أشار كيربي إلى أن الأسلحة الدفاعية مثل مضادات الدبابات ومنظومات الدفاع الجوي أفضل وسيلة لدعم كييف عسكريا وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض جو وأنظمة مضادة للدروع أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 322 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 423 ألفا و457 حالة وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته فضلا عن 13 حالة وفاة أدنى البرلمان العربي بشدة قيام قوات الحوث بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية والتي تناثرت شظاياها على الأعيان المدنية دون حدوث أضرار وأشهد البرلمان العربي بكفاءة ويقذة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة ونجحها في اعتراض الطائرة وتدميرها وأكد البرلمان أن اتخاذ قوات الحوث المدنيين دروعا بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع قوات الحوث من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية نهاية مجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الفيريا مصر بعد الفاصل